إنها السنة اللي فاتت رأت هي واختها في رمضان ضوء بيعكس عليهم من السماء وشافوا كوكب واستغربوا فبصوا لبعض وقالوا دي ممكن تقول ليلة الأدري ممكن جدا قد يعطيك الله وتبارك وتعالى علامة قد ترى صفاء في هذه الليلة قد تشعر بسكينة قد ترى رؤية في ليلة الأدري إن شاء الله احنا هنعمل هنقطع برضو في قصيم عبرة في حلقتين وراء بعض إن شاء الله غالبا غالبا يكون الخميس والجمعة مش لجليل بعدهم هنعمل واحدة عن ليلة الأدر واحدة عن الدعاء علشان تعرف في ليلة الأدر قد يتجلى الله تبارك وتعالى على عبد من العبادة برؤية بثبات بسكينة يعني لي أحد المعارف الذين أعرفهم بيقول لي أنا كان أخوي صاحي مش ناي نايم وهو قاعد شاف نور على الحق وقام يقرب من النور وهو مش نايم وعمال يقنع في نفسه هو نايم وهو مش نايم في اللحظة دي ممكن تكون رسالة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قوم صدل قوم صدل ركعتين أنت مش خسرين حاك قد تكون إشارة إشارة لك أن هذه هي ليلتك طيب بصوا أفاضل